القدس قال لله الواحد أمين النهاردة والأحد الثاني من شهر ذوته المبارك وتاني أحد السنة الإبطية وراية إنجيل النهاردة بيكلمنا السيد المسيح عن عيون تبصر وأزان تسمع يبدأ إراءة الإنجيل النهاردة من إنجيل لوقة ويقول لنا استهلل يسوع بالروح فرحان أو السيد المسيح اللي كان حصل قبل بداية الإراءة التي اتخذت النهاردة من إنجيل لوقة في نفس الأصحاح التلاميذ والرسل السبعين بعتهم السيد المسيح عشان يبشروا باسمه في المدن والقرى المحيطة بالجليل ورجعوا فرحانين أو يقالوا له يا رب حتى الشيطين تخضع لنا باسمك قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء لكن مش عايزكم تكونوا فرحانين بكده لكن لا تفرحوا بهذا بل افرحوا بالحري أن أسمائكم قد قدبت في ملكوت السموات سيد المسيح شايف تلاميذ فرحانين قال لهم افرحوا أن أسمائكم اتكتب في ملكوت السموات وهو نفسه كان فرحان لأجل الأمر تهو أن أسمائنا وأسماء التلاميذ مكتوبة في ملكوت السموات تهلل يسوع جدا لما شاف التلاميذ في الوضع دهو تهلل يسوع بالروح زي النص اللي تكتب هنا في إنجيله أو تقرأ علينا وبدأ يساء المسيح يكلمهم عن سبب تهلله ويكلمنا كمان عن سبب تهلله وقال عشان توبل عيونكم لأنها تبصر أو تنظر الذي تنظرونه ولأزانكم لأنها تسمع الذي تسمعونه والواقع أن السيد المسيح كما كانش بيتكلم عن عنهم الجسدية على قد ما كان بيتكلم عن عنهم الروحية واللي كان بيتكلم عنه السيد المسيح أنا بيكلم التلاميذ عنه أنهم قدروا يشوفوا المسيح ويعرفوا أن هذا المسيح ويؤمنوا به العينين اللي تشوفوا المسيح يا بختها السيد المسيح بيقول لها النهاردة وقال للتلاميذ في وقتها يا بختكم يا بخت العينين دي طوبة لعيونكم لأنها تبصر العين اللي تقدر تشوفوا المسيح له الماجد دي عين مطوبة عين مباركة كأن السيد المسيح بيقول لهم كده وبيقول لي ويقول لكم يا بغت اللي عنيه تكون بتشوف المسيح ويا بغت اللي هدان قلبه تكون بتسمع المسيح شكلها ايه العين ده هي اللي بيمدحها السيد المسيح ايه العين اللي بتستحق التطويب من ربنا له المجد هي العين اللي تقدر شوف ربنا في التجربة يوسف الشاب بالبار لما كان بيجرب اصب بالتجربة تجربة عدو الخير اللي احنا بنصلي ونقول لا تدخلنا فيه تجربة اللي هي التمتيش انا او الاغراء بتاع عدو الخير ان واحد يعمل خطيئة اي ان كان نوع الخطيئة في عينين تبقى مغمضة وقت ما الشيطان يغريها بالخطيئة لكن كان عينين يوسف البار الشاب لما وقع في اغراء الخطيئة وامرأة فوتفار اشتدت عليه بالتجربة قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخت الى الرب قال اصلا كان شايف ربنا كتعينيه شايفة ربنا العين اللي شايفة ربنا صعب عليها انها تقع في تجربة ابليس ليه لان ربنا قدامها وقت التجربة يخاف يقول كلمة حتى لو في سره لان عارف ان ربنا هيسمعها برضو يخاف يبص بص وحشة حتى لو محدشو خباله منه لان عارف ان ربنا شايفه يعنين ترى الله وقت التجربة لما عدوه الخير يقول له تعالى او يقول لها تعالى عشان تديني اختك تعالى هننم شوية محدش يقب باله هنمسك التليفون وهنمسك في سيرة كذا حد كده ومحدش هيقول لأ ما ربنا سامع وربنا شايف والعين اللي تشوف ربنا انه شايف ما تقدرش انها تعمل كده ما تقدرش انها تدين او تنم او تتكلم على الاخرين بالسوق في ظهرهم ما تقدرش تعمل كده لي لانها شايف المسيح عين طوبة لها لانها ترى الله في التجربة العينين ترفض انها تحسد حد ترفض انها تشتهي حد ترفض انها تقارن نفسها باخرين دي عينين ترى الرب تضع مخافة ربنا في قلبها لانها شايفا قدامها باستمرار ودي العين اللي ربنا بيقولنا عليها طوبة لعينكم لانها تبصر المسيح في وقت التجربة اثناء بعد معجزة اجباع الجمعة السيد المسيح بعد تلاميذه في المركب يقول كده ألزمهم ان يذهبوا الى العبر قال لهم اركبوا المركب من غيره ألزمهم يعني لازم تمشون ومشوا من غيره وقعد في الجبل يصلي وأثناء المركب كتريحة للشط الغربي بتاع بحير الطبرية قامت عليها الريح وكانوا معذبين جدا في الامواج واستمر الامر وما فيش حلول تأخروا بالليل في المية ومش عارفين يوصلوا لغاية مجيل هزيع الرابع حوالي الساعة اربعة الصبح وسيد المسيح جالهم وهم شافوا كأن في شبح على المية مش قادرين يعرفوا ان كان هو ولا مش هو لدرجة لما افتكروا ان هو شبح سرخوا من كتر ما كانوا خايفين إلا كان في واحد فيهم عينه تقدر تشوف المسيح وكان ده بطرس قال له انا مش شايفك شبح ولا حاجة كنت انت هو فهرني ان قاتي اليك قال للسيد المسيح كده والسيد المسيح قال له قال له تعالى وبدأ يمشي على المية لانه قدر ان هو يشوف المسيح له المجد لكن شافوا هنا مش في وقت التجربة لكن شافوا في وقت الضيقة يعني ان تغمض عن انها تشوف ربنا وقت ما تتدايق يفضل شايف ربنا وبيصلي وبيجي الكنيسة ويجوز بيسمى ويجوز بيخدم لغاية ما يقع في ضيقة يقع في مرض يقع في مشكلة مادية يقع في مشكلة أسرية تتعامي عينه عنها طرى الله ما يقدرش يشوف ربنا في الضيقة ما عندنا ربنا نفسه له المجد ما قال لناش ان مش يكون في ضيقة قال كده في العالم سيكون لكم ضيق وقال اللي عايز يروح السماء لازم يخش من باب دي وقال لنا ان بدقات كثيرة ينبغي ان تدخلوا ملكوت السموات وقال لنا ان الكنيسة هتضطهد وان انتوا نفسكوا هتعانوا ألام هنا في الأرض لأن الأرض مش مكانة لنقعد فيه باستمرار ما عدناش براحة هنا ومع ذلك كتير مننا لما نقع في الضيقة تتغمض عنينا نحن نشوف المسيح الواقف معنا في الضيقة توبة للعين اللي ترى المسيح له المجد لكن تراه وقت الضيق واقف جنبها بيسمع بيسند بيعين بيعضد زي ما تكتب كده يقودك في وقت الضيق إلى رحب لا حصر فيه ربنا ما وجود في وقت الضيق عشان تكون عارف والعين المفتوحة تقدر تشوفه لكن لو قفلت عيني وقت الضيق وفضلت بص بس على الضيقة مش اقدر اشوف المسيح زي ما قال كده مر البابا شنودة قال قال اللي بيبص على المسيح من خلال الضيقة ما اقدرش يشوفه المسيح واللي بيبص على الضيقة من خلال المسيح ما يحسش بالضيقة يعني أضع ضيقة بيني وبين المسيح كده يختفل المسيح ما قدرش أشوفه لكن لو بسيت على المسيح الأول وبسيت على الضيقة وورا ما قدرش أشوفه الضيقة والضيقة ما تبقاش يمكن تشوفوا السيد المسيح وقت الضعف كان جدعون ابن يواش أحد قضاء باني إسرائيل في قضاء الأصحى السادس كان خايف وضعيف ومرعوب بسبب المديانيين ورح خد شوية أمحة كده وفضل ينفضهم لكن بدل من نفضهم في الغيط بتاع الأمحة رح نفضهم في معصارة عنب عشان محدش ياخد باله منه أنه هو بيهرب أمح عشان قطر يأكل 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 السبت بتاعه وظهر لي ملاك الرب وكنزور للساد المسيح له المجد وقال له الرب معك يا جبار البأس ما قدرش يشوف في ساعتها قال له مش معقول لو كان الرب معنا لماذا أصابتنا هذه عايزي أصد يعني المصايب اللي احنا فيها تحصل إزاي وربنا موجود معنا ربنا قال له إذهب بقوتك هذه وخلص وخلص إسرائيل وبدأ جدعون عينية تفتح شوية بشوية ورح قال له طب يديني علامة رح ربنا اداره علامة يقول يقول الكتاب إن جدعون رح قال آه يا سيدي لأني رأيت ملاك الرب وجهاً لوجه خاف إن هو يموت قال ده أنا عينية تفتحت وشفت ربنا وجه الوجه أنا كده هموت وتقوى جدعون لأنه قدر إن هو يشوف ربنا وقت ضعفه العينين المطوبة العينين اللي تقدر تشوف المسيح في وقت ما تكون وقت ما يكون ضعيف لما تعجز الإمكانيات بتاعتي لما قدرتي تقل لما تقل الموارد اللي عندي أيا كان الضعف اللي عندي أرجوك أفتح عينك وأفتح عيني أشوف المسيح في وقت الضعف وساعتها الضعف مش كله معنى الضعيف روحيا تحته خطايا تقيلة ومش قادر يتخلص منها يفتح عينه يشوف المسيح اللي بيساعده الضعيف اجتماعيا ما بيقدرش يعمل علاقات مع الناس أو بيتخانق بالسهولة مع الآخرين يفتح عينه يشوف المسيح اللي يقدر يعدده اللي ضعيف في خدمته اللي ضعيف ماديا اللي ضعيف في نجاحاته يعمل زي جدعون كده يفتح عيني عشان يشوف ملاك الرب يشوف المسيح له المجد نفسه واقف معاه والستاذ المسيح يبصوله كده ويقوله طوبة لعيونكم لأنها تبصرني في وقت الضعف العينين اللي تشوف المسيح في وقت التجربة العينين اللي تشوف المسيح في وقت الضيقة العينين اللي تشوفه في وقت الضعف هي عينين مطوبة لأنها استطاعت أن ترى المسيح لما الآخرين ما يقدرواش ما يقدرواش أنهم يشوفوه وعيون أخرى ترى المسيح في وقت الحزن كان التلاميذ حزانة وبيعياته زعلانين السيد المسيح اتصلب وانه هو مات ورغم ان جلهم المريمات وناس منهم راحوا وقالوا لهم ده قام يوم الحد الصبح الا انهم كانوا مجتمعين في العلية وقفلين على نفسهم الباب وحزانة ومش مبسطين لغاية ما جالهم السيد المسيح والابواب مغلقة وبدأ انهم يشوفوا المسيح شفوهم حزانة ولما يقول لنا كده الكتاب ففرح التلاميذ حينما رأوا الرب العينين اللي تشوفوا المسيح وهي حزينة دي عينين مطوبة قال لهم كده السيد المسيح قبل الصليب قال لهم المرأة وهي تالت تحزن لان ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت لا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح فانتم كذلك عندكم الان حزن ولكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزأ احد فرحكم منكم العين المطوبة هي عين تشوف المسيح وقت الحزن فيه احزان شديدة موجودة ممكن حد مننا يتعرض ليها ممكن حد يتعرض نفقد اقرب الناس دي او حد قريب لي او صديق عزيز عليه وتبقى عينه مليانة دموع والدموع تحجب عنه رؤية المسيح المعزي العين اللي ترى المسيح وقت الحزن عين عين مطوبة لانها بتتعزى بوجود المسيح في حد ممكن يحزن لاجل خسارة مادية او حد يحزن لاجل خيانة صاحب او صديق ويبقى في وفيه عيون تانية تشوف المسيح في كل وقت كل وقت مش بس بقى التجربة ولا ولا الضيقة ولا تشوف المسيح في وقت الحزن لا ده في كل وقت في كل وقت زي زي عين داود النبي كده قال رأيت الرب امامي ايه كل حين في كل حين في كل حاجة في الفرح شايفه في الحزن شايفه في الضيقة شايفه في الراحة شايفه في الشباب شايفه في الشيخوخة شايفه في كل وقت وفي كل الظروف شايف المسيح قدام عيني كان داود النبي مثال عظيم للعين اللي بترى ربنا في كل وقت هو صغير يرعى الغنم قاعد شايف ربنا فبيصلي له مزمير يروح يفتقد إخواته في الجيش واحد اسمه جليات الجبار وقف في الجيش يروح لجليات الجبار يقول له أنا شايف ربنا يقول له أنت تأتي لي بسيف ورمح وطرس وأنا قاتي إليك باسم رب الجنود إلى صفوف إسرائيل للذي أنت عيرتهم يتردوا شاول بسبب أن الناس بدأت تحبون وأن الشعب بدأ يلتف حواليه يروح اللي يقرأ المزمير في كتب تدي مقدمة كده للمزمور لو حد عنده إنجيل بشواهد يقول لهذا المزمور كتبه داود النبا كان هاربا من وجه شاول مزمور ثلاثة وخمسين وسبعة وخمسين وكمس مرتنين شمعي ابن جير البن يميني وهو هربان من ابنه أب شلوم يفضل يعياره ويقول له أنت راجل التلقتلة أنت إنسان وحش أنت ربنا بيجزيك ويشوف داود النبي ربنا وهو بيسب يقول لهم كده طب نقتله لا ملكوش دعا بي اتركوه لأن الله الرب قد قال له سب داود افتكر شاف ربنا وهو وهو بيتسب حتى بعد ما سقط داود في الخطيئة وبعد عن ربنا قوي شاف أول أول ما انتبه جينا ثاني النبي كده نبهه انتبه رح شاف ربنا على طول وقال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك قال له كده الشر قدامك صنعت أنا شفتك دلوقتي وكنت شاخب بالي وأنا بعمل الخطيئة العينين اللي تشوف ربنا له المجد باستمرار معاهد العينين مطوبة طوبة لعينكم لأنها تفسر المسيح مش تفسر وخلاص ما هو كل الناس شايفة بس العين اللي تستاهل الطوبة العين اللي المسيح يفرح بيها هي العين اللي تشوف المسيح عشان كده لو تلاحظ احنا نقول المقطع ده هو في صلاة او قشية الانجيل قبل ما نقرأ الانجيل دايما نقول المقطع ده نستاذ المسيحة التلاميذ القدسين ورسوا المكرمين رح قال لهم كده يا بغت عنيكم يا بغت اللي شوفني في مواقف حياته المختلفة يا بغت اللي ودانه تسمعني وأنا بتكلم هنا والانجيل والانجيل بيت اري تهلل يسوع بالروح لأن فيه عنين بدأت تشوفه عنين تشوفه في التجربة عنين تشوفه في الضيقة عنين تشوفه في الضعف أو في الحزن وعنين تشوفه في كل حين دي اللي تفرح قلب ربنا وتتخليها تهلل وتخلي عنينها تستحق الطوبة تستحق أنها تكون مباركة من المسيح لإلهنا المجد في كنستهم من الآن وللأبد آمين